أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآله وحشرنا في زمغتهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اللهم عرنا الطلع الرشيد والغر الحميد وكل نواظرنا بنظرة منا إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا كريم دعاء اليوم التاسع وليلة العاشرة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعا واهدني فيه لبراهينك الساطعا واخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين وليلة العاشرة ويوم العاشرة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك واجعلني فيه من الفائزين لديك واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين من جملة المناجات التي تذكر في هذه الأيام خاصة المناجات الخمسة أو الستة الأولى مناجات التائبين بسم الله الرحمن الرحيم إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي وجللني التباعد منك لباس مسكنتي وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحييه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا ولا أرى لكسري غيرك جابرا وقد خضعت بالإنابة إليك وعنوت بالاستكانة لديك فإن طردتني من بابك فبمن ألوذ وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ فواء سفاغ من خجلتي وافتضاحي وواء لهفتاه من سوء عملي واجتراحي أسألك يا غافر الذنب الكبير ويا جابر العظم الكسير أنتهب لي موبقات الجرائر وتسترى علي فاضحات السرائر ولا تخلني في مشهد القيامة من برد عفوك وغفرك ولا تعرني من جميل صفحك وسترك اللهم كل وليك الحجرة من حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة كان الكلام حول خصائص وخصوصيات هذا الشهر الكريم وأنه من أعظم الخصوصيات هو نزول القرآن فيه بل وكل الكتب السماوية مئة وأربعة كتاب نزلت هذه الكتب على الأنبياء على صدورهم بهذا الشهر المبارك فأعظم معجزة وأعظم كتاب نزل أيضا في هذا الشهر المبارك هو القرآن الكريم وقلنا أن هذا القرآن فيه المعاجز الكثيرة يعني كله معاجز كله معجزة من جملة الإعجازات التي ذكرناها في بعض الكلمات في بعض الأمور التي تحدت القرآن بعض العرب آنذاك بعض أدباء العرب بعض علماء العرب ورجعوا خائبين خاسئين فمن جملة المعاجز للقرآن الكريم هذه الآية الكريمة التي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهذا القرآن محفوظ وهذا القرآن هو الذي نراه موجود الآن بين المذاهب الشيعة وسنة كما يقول المرحوم الشيخ محمد سعيد الطهراني إمام جماعة المسجد الجامع في طهران وهو الذي أول من أسس مكتبة القرآن الموجودة الآن في نفس الجامع وتعد أنها جمعت نسخ القرآن أكثر من ألف سنة فجمعها وهو يقول أن القرآن الذي لدينا لم يكن عند شيعة وسنة إلا هذا القرآن يعني هذا القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن منذ أكثر من ألف سنة إلى الآن هذا المتداول وهذا هو الصح وإجماع الشيعة أنه هذا هو القرآن الذي نزل على صدر النبي من دون زيادة ونقيصة نعم في اتهامات في كلام الآن في بحوث الآن هذه البحوث كلها تعد بالفروع لا تؤخذ بها يعني واحد يقول لك كذا أو كذا ومن يتهم الشيعة بهذا فهو أولى بهذا الاتهام وإذا نسرد هذه الأقوال نرى أحمد بن حنبل لأن الوهابيين هو يعد إمام هذا الفرقة ويقتدون به فله كتاب اسمه المسند والعجيب ينقل عن أبي بن كعب قيل له وسألوه وسألوا عن صورة الأحزاب كم فيها من الآيات قال كانت أكثر وأكثر من هذا وقال كنا مع النبي وكانت الأحزاب بمقدار صورة البقرة يعني كان يعدها أنها بالمئتين وسبعين أو مئة وسبعين آية بينما نحن نرى أن صورة البقرة فيها خمسة أحزاب وكل جزء حزبين تقريبا يصير بالقرآن الكريم وهو ثلاثين جزء بستين حزب والأحزاب بينما نراها الآن في القرآن الكريم هي حزب واحد وأحمد بن حنبل يذكر هذه الرواية على هذا الإنسان ابن مبي يقول أنها نقصت ثلاثة أرباع أي حذف منها فهذه الرواية يذكرها في مسنده أحمد بن حنبل حتى يثبت أن صورة الأحزاب نقصت مثلا ثلاثة أرباع وبقى ربع منها وبعض أهل السنة أيضا له كتاب أسمه الفرقان يقول فيه أن القرآن محرف جلال الدين الصيوط في الإتقان يقول أن القرآن الفعلي محرف البيهقي والطبراني يقولان أنما حذفت صورتان من القرآن الكريم وصاحب كتاب مفردات الإصفهاني أي الراقب الإصفهاني في مفرداته يقول وهذا كتاب مهم ولغوي يعني يستفيد منه العلماء المراجع لأنه فيه إتقانات عجيبة عن مفردات العربية فكان له كتاب يسمى بالمحاضرات يقول أن الصورتين المحذوفتين من القرآن اسمهما القنوت ويزيد على ذلك أنه كان عمر يقرأهما في صلاته إلى الآن ما شفنا هذه الصور وين أو كيف فهذه الاتهامات التي تصير وتتراشق بها المذاهب نحن ما علينا بها نحن نأتي مثلا إلى ما هو بين أيدينا وإلا إذا نريد كذلك لا حتى ينقل أن عائشة أم المسلمين تقول لقد أكلت المعزة آيات الرجم للشيخ والشيخ الزانيين زين؟ فهذه الأمور كثيرة وهذا الباب لا ندخله لأنه نحن نريد أن نذهب إلى صفوة هذا الشهر وصفوة القرآن وصفاء القرآن كيف نستفيد وكيف نأخذ به القرآن الكريم بنزوله منذ تقريبا 15 قرن 14 و 400 سنة تقريبا وأعجب الكثير من العلماء وهو ليس كتاب علم بحث بل إنما يتكلم حول العلم ويتكلم حول أمور عديدة من هذا الباب قبل سنتين أو ثلاث ما كان يعلمون حتى العلماء من تكوين البرد هذا اللي نقل للحالوب لكن القرآن يشير إليه قبل 1400 سنة زين في صورة النور آية 43 وكما يذكر أيضا تزيين السماء بالنجوم أو حركة الشمس الدورانية أو حركة الأرض وقانون الجذب أو زوجية النباتات أو تأهيل الأرض للزرع تشكيل جميع الأجسام ومبدأها أو أسها من الظرة أو مجتمع النحل أو خلقة الإنسان من العلق أو دقة العظام للجنين في الرحم قلة الهواء في الارتفاعات الفاصل بين الجبال وغير ذلك فهذه من المعاجز العجيبة والكبرى في القرآن الكريم التي يشير إليها منذ 14 قرن حيث أطلع عليها العلماء أو اطلع عليها العلماء أو علمها العلماء بعد الفحص والمطالعة والدراسات العلمية وأخذوا بهذا المنهج العلمي القرآني ففي عصرنا أيضا حدثت في هذا القرن الأخير حدثت أمور من جملة هذه الأمور حدوث لبعض الأشخاص إعجازات لبعض الأشخاص مثل ملكاظم الساروقي الساوجي أو مثل ما يقولون من ساروق هي قرية من توابع مدينة أراك أراك تقريبا اليوم المركز يعبر عنها عراق العجم حتى لما يقولون شهيد العراقين عراق العجم وعراق العرب عراق العرب هو هذا الموجود العراقنا الذي فيه الأئمة وفيه الأنوار وفيه الظهور وهو يكون وهو يكون مقر الدولة المهدوية حيث يكون الكوفة هي المقر والنجف هو الخلوة للإمام الحج سلام الله عليه ومن هناك تنطلق الأحكام العدلية والأحكام الإلهية للعالم بأجمع ف عراق العجم هو هاي المدينة مدينة أراك التي الآن موجودة وهي مدينة صناعية تقريبا ومناخها أيضا جيد الكثير يقصدها فمن معاجز عصرنا هو ملكاظم الصاروق الذي حفظ القرآن في ليلة واحدة وهو أمي وفجأة حفظ القرآن الكريم وهذا الإنسان إنسان بسيط لكن كان يراعي حقوق الفقراء وإعطاء الزكاة لهم فمن الله عليه من هذا الباب وبنحو الإعجاز حفظ القرآن الكريم حتى في رواية أحد الإخوان يذكرها سألها من ولده من ولد ملكاظم يقول أتينا به إلى حجرتنا إلى غرفتنا في المدرسة وسألنا هكذا قال وكان بيده أيضا يقول كتاب للمرحوم قرآن يعني نسخة قرآنية سقيرة كانت للمرحوم وقع عليها المرحوم الشهيد نواب الصفوي هذا الذي عدمه الشاه آنذاك زيان لأنه كان يقود مجموعة وهذه المجموعة التي يقودها تسمى بفدائي بفدائي الإسلام الفدائيون للإسلام فهو الذي اكتشفه أيضا قبله جاء به الظاهر الشيخ أحد الشيوخ اسمه الشيخ حاج صابر فهو الذي اكتشفه وكان السيد هناك فلما امتحنه السيد وجاء به إلى المراجع على أين كان يقرأ هذا الإنسان العجيب كان يقرأ الصورة من الآخر إلى الأول معما أنه رجل أمي لا سواد له فإذا جاء إليه بمتون الكتب الأخرى وفي ضمنها مثلا قرآن يضع يضع يصبعه يده على الكلمات القرآنية من دون تأمل ومن دون نظر فقيل له من أين لك هذا قال إني أرى النور يصطع منها ولقد امتحنه الكثير من العلماء وأيدوه على حفظه للقرآن الكريم عمل الذي كان عنده عمله كان فلاح وكان فقيرا أيضا وكان يعمل عند أحد الملاكين للأرض لكن هذا ما يزكي ما يخمس مثل ما يقول ما ينطي الحقوق الشرعية فكان يذكره قال نعم نعطي إن شاء الله مثلا في الآتي إلى أن وصل معه الأمر أن هذا لا رح يزكي ولا رح يعطي فقال له أني أأخذ من مالك الذي تعطيني أيام على الأرض وأنت لم تزكي ولم تخمس لم تدفع الحقوق الشرعية فهذه اللقمة أريدها خالصة صافية حلال زلال مثل ما يقول حتى أنا وأهلي نأكل منها فلما لم يعبأ به فتركه أصر عليه بالبقاء وسوف أو سيعطي الحقوق الشرعية فما كان من أمره إلا أن خرج وأخذ هو يعمل لنفسه يحتطي بالحطب والشوك ويبيعه فيها قوت لا تموت يعني فيوم من الأيام يحمل كارة الحطب حزمة الحطب والشوك ويأتي قرب هذا الإمام زاد المعروف بـ 72 إمام زاد 72 الشهيد أو شخص فيتكي على يجلس على المصطبة يشيل الكارة يشيل الحزمة ويجلس شوي ليستريح على مصطبة موجودة هناك كالكرسي موضوعة هناك وإذا بشابين جميلين قال له ألم تدخل معنا إلى المقام لنقرأ الفاتحة ونزور فقال حبا وكراما وعرفهم أنهم ليس من المنطقة وعليهم سماء نورانية عجيبة غريبة فقبل ودخل معهم وهم دخلوا وسلموا وقرأوا الفاتحة على القبر الأول ثم انتقلوا إلى القبر الثاني لأنه هناك في هذا المقام قبرين لأبناء الأئمة أو لأحفاد الأئمة فزار وانتقل من القبر الأول إلى القبر الثاني وملا كاظم يقول سمعتهما يقرآن شيئا لم أفهمه أو لم أعرفه ومن ثم هو توجه على جدران البنية البنية من داخل يقول وإذا توجد كلمات نورانية من النور فقال أحد الشابين لمل كاظم لماذا لم تقرأ شيئا فقال مل كاظم أنا أمي لا أعرف القراءة قال الآخر لا بد أن تقرأ ووضع يده على صدر مل كاظم وضقط عليه وقال اقرأ قال مل كاظم ماذا أقرأ فقال له اقرأ هكذا فقرأ الآية ثم يقول أخذت أقرأ هذه الآيات النورانية التي على الجدار ولما قرأتها التفت فلم أرى هذا الشاب أو لم أرهما الشابين اللي كانوا معي فبل رأى نفسه بوحده وهو في هذه الحالة وهو يقرأ أغمي عليه ووقع على الأرض فلما أفاق أحس بتعب وهو يفكر أين هذا المكان ما هذا المكان وماذا يصنع هنا حتى ظهر وأخذ ما كان معه إلى البيت ففي وسط الطريق انتبه على نفسه وهو يقرأ أشياء ويتذكر الشابين ويسأله أهل القرية أين كنت فلم يجبهم وذهب إلى فلم يجب وذهب إلى إمام الجماعة جماعة القرية الشيخ الحاج صابر يتكلم بما رأاه زيان فيقول له علك رأيت مناما أو رؤيا يقول لا بل إنما كنت في حالة اليقظة وقص قصته والآن أنا أرى نفسي أقرأ شيء من القرآن فيؤتى بالقرآن يأتي الشيخ صابر الظاهر بالقرآن ويقرأ سبحان الله من أين ما يقرأ فيتلو من ورائه ملا كاظم الصور والآيات واجتمع الناس وبعد الامتحان الذي جرى على ملا كاظم فيقول إن هذا الرجل ملا كاظم لقد منحوه لقد منحوه أو كرموه فشاع أمره وهذا الرواية التي تقول وكان آنذاك المرحوم السيد نواب الصفوي هناك وأعطاه هذه الهدية القرآن الكريم الذي كان معه وأخذه معه إلى قوم فلما شاع أمره أخذه أيضا إلى المدن الإيرانية كالمن شاهد ويسركان قوم مشهد وإلى العراق النجف الكاظمين الحجاز حتى يرون هذه المعجزة ويقوى إيمان الناس فالمرحوم آية الله العظمى المرجع آية الله كوكامري في قوم يقول كان يحترم ملا كاظم ويكن له احتراما ويعبر عنه أنه معجزة القرن ويساعده حتى في بعض الأشياء سيد محمد تقي الخنصاري هذا الذي صلى صلاة الاستسقاء ومطرت الدنيا والحمد لله تقيرت الأوجواء ورخصت حتى الأمتحة والأمور التي تحتاجها الناس لقوتها امتحنوه أيضا أن يقرأ القرآن من الآخر إلى الأول هل تقدر؟ قال نعم فأخذ بصورة البقرة من غير تلكء ومن غير تردد حتى قال السيد الخنصاري من العجب العجاب أنا ستين سنة أقرأ صورة الإخلاص إذا لم أتأمل لم أقدر أقرأها من الآخر إلى الأول والعلامة الطبطباء يعبر عنه ملا كاظم بكشف الآيات المتحرك السيد أبو القاسم الكاشاني صاحب الثورة والنهضة آنذاك زيان مع بعض السياسيين الذي كانوا كمصدق وغيره يقول لما رأى ملا كاظم هكذا بهذه الطريقة أخذ يشجع الشباب والاعتناء منهم لملا كاظم بما يحمله من علوم القرآن أو من مفاهيم القرآن أو من حفظ القرآن واستفاد حتى من موقعيته السياسية وأجر مقابلة آنذاك بحيث حضر الكثير وطبعت تلك المقابلة وتلك الجلسة في بعض الجرائد والصحف الشهيد دسغيب صاحب كتاب الذنوب الكبيرة فضوان الله تعالى عليه يبين بعض خصوصيات حفظ ملا كاظم للقرآن الكريم كما قرأ عليه إذا قرأ عليه متنا عربيا فيجيب أنه هذا من القرآن وهذا ليس من القرآن وإذا كانت كلمة في القرآن وهي في عدة مكانات فيقول على الفور كم مرة وفي أي صورة ويقرأها أيضا إذا كان يقرأ بالغلط من حركة أو حرف فعلى الفور يصحح ويصلح الغلط الخامس أنه إذا كان تقرأ كلمات في الصورة فيقول محل تلك الكلمات في الآية فيشير إلى الكلمات القرآنية من دون أي تأمل إذا وجدت فإذا يعطى صفحة من كتاب عربي وفيها آية فورا يشير إلى الآية التي في الصفحة وإذا كتب حرف الواو بنية القرآن وحرف الواو من غير نية القرآن فيشخص ذلك ويقول هذا قرآني وهذا غير قرآن لأنه هذا نوراني وهذا ظلماني ولما يسأل كيف تشخص وتعرف ذلك يقول إنما يقصد به القرآن من كتابة هذا الحرف أو هذه الكلمة وتكتب بنية القرآن فلها نور وإذا لم تكتب بنية القرآن فليس فيها نور بل إنما ظلمانية الشيخ المكارم من المراجع الموجودين الآن يكتب عنده أيضا مقولة حول ملا كاظم يقول في مذكراته أول ما رأيته كان يظن الرائي له أنه لا يعرف حتى صورة الفاتحة يقول أنا التقيت به في قرية أو منطقة قريبة من مدينة ملاير يقول لكن لما تكلمت معه ورأيت ما عنده من الإعجاز في حفظ القرآن فعرفت وعلمت أنه في شيء من الخفاء في شيء من الأمور العظيمة في هذا الرجل فامتحنته فكان مسلطا على الآيات ثم جاء إلى قم واستقبله الفضلاء المراجع العظام ويعبر عنه بتعبيرات كثيرة وكبيرة وهذا ما وصل إليه من نيته ومن اعتقاده والتزامه بالتشريف لما جئ به إلى المرحوم السيد البروجردي والمراجع العظام كسيد إسماعيل الصدر والد الإمام الصدر رضوان الله تعالى عليهما والمرحوم آية الله الحجة الكوكمر والغير لما قلنا فالسيد البروجردي أخذ شيء عجيب وملفت وشوف العلماء الديه كان عندهم نظر أنه يفيد ويستفيد من هذه الإعجازات القرآنية يقول أنه صححت أو سمعت منه ما كان يقرأه في القراءات مثلا سلام على إلياسين أو آلياسين يقول السيد البروجردي امتحنه في هذه لأنه علمه أو كانت منحة إلهية من قبل صاحب العصر والزمان لهذا فكان يقول سلام على آلياسين وكان يقول ملكاظم هكذا يقول في قراءتها وهي القراءة الصحيحة ظاهر عند السيد البروجردي أنها سلام على آلياسين في صورة الصافات وكان يسألوا من القرآن أن يقرأه عليهم معكوسا يعني من الآخر إلى الأمام فالمرحوم السيد إسماعيل الصدر أخو سيد إمام موسى الصدر المرجع الذي كان من مراجع التقليد يقول إني ثمانين سنة عمري وكل يوم أنا أقرأ صورة الحمد مثل ما يقول لما كلفت أو لما عرفت نفسي ونشأت وحفظتها إذا كان يسألني أحد أن أقرأ صورة الحمد من الآخر إلى الأول أي معكوسا فلم أقدر إلا أن أدقق إلا أن أتمهل لكن ملكاظم كان يقرأ هذا من قير تمهل وبصورة إعجازية وفورية أيضا ومن جملة ما كان عند ملكاظم لم يحضر في المجالس أو المحافل العامة يسأل لماذا لم تشترك قال إذا اشترك لابد أن يكون أول شيء أصحى لصاحب البيت أنه يزكي لا يزكي يخمس أو لا يعطي الحقوق أو لا وإن لم يكن الإنسان مكلف بهذا وإذا كان فعليه إذا كان يعرف حتى صاحب البيت ما يخمس فيعطي الأكل اللي هو أكلها ومسها منه هو أس الشاهد على أي يقول ملكاظم أن بعض أهل المجالس كسبهم من غير حلال وأنا إذا أكلت فأنسى القرآن لمدة شهور فأخذ بالصوم والرياضة حتى يرجع إلي حفظ القرآن من جملة من امتحنه السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه جاب ستة أو سبعة من أهل القراءات وقال داوموا عليه على كم يوم تداولوا القرآن وانظروا بأي قراءة يقرأ وبأي قراءة كرم هذا الإنسان من باب الإعجاز من باب أهل البيت عليه السلام فالقرآن الكريم كتبت له كتب حتى في رسم الخط رسم الخط القرآني حتى لا يظهر منه تحريف أو لا يكون محرفا فمالك يوم الدين أو مالك يوم الدين هذا ليس من قسم التحريف هذا لهجة مثل ما يقول كلهجة اليمني الحجازي العراقي مثلا الآن هذه اللهجات موجودة إذن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالله سبحانه وتعالى يحفظه من كل شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي وهذه كلمة العترة ينقلها أكثر من خمسمائة راوي ومحدث من أبناء العامة يوجد نعم بسند على ما يرويه أهل السنة وهو أنه كتاب الله وسنتي فرجال أهل السنة يقولون راوي هذه الرواية الكتاب وسنتي أنه كذاب والتي والذين يروون وعترتي فخمسمائة راوي من علماء السنة يذكرون هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي فالقرآن مسدد والقرآن يحفظه الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وكلما الإنسان كل من كب على القرآن فيأخذ من القرآن وكلما ابتعد منه فيبتعد المرحوم الأديب النيشابور الأول وهو أستاذ الأدبيات في قراسان جاء يوما إلى الدرس مكفهر وحزين وباكي قالوا ما الذي جرى وما يبكي قال رأيت البارحة العالم التفتازان الأديب في منامي فقبلني في جبيني وقال أحسنت إنك تدرس كتبي بشكل رائع وجميل وأنا بيضة لحيتي وشعري في هذه الدروس لكن ما كنت أخيل يوما ما أنه هذا يرضى عني ولم يكن لدي خبر من أئمتي أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يوم غد لم أدرس كتابا غير كتاب نهج البلاغة الذي فيه المآل وفيه كل شيء والتفسير تفسير القرآن إذن يجب علينا أن نقف على هذا ونوقف أقلامنا بياننا مجالسنا أمورنا لأهل البيت عليه السلام للثقلين القرآن والحديث النبوي الشريف عن الأئمة عليه السلام فهما القرآن وآل محمد هما الموجبان للسعادة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسعدين في هذا الباب ويجعلنا من أهل الخير إن شاء الله وإذا نظرنا وتمعنا في القرآن الكريم نرى أنه أصلح كثير من العقائد أو حتى من القضايا العلمية التي سبقت في الزمان في الأزمنة وأو جاءت من بعده مثلا نرى قبل كم سنة تقريبا أربعمائة سنة أكثر جاء رجل مسيحي عبدالجلولة قاليلو وخلافا لأرستو الذي كان قبله ويدعي أرستو أن الأرض هي التي تدور حولها الشمس يعني الشمس هي التي تدور والأرض ساكنة فقاليلو قال لا بخلاف ذلك بل إنما أثبت الحركة الوضعية والانتقالية للأرض حول الشمس فحكموا عليه علماء المسيح حكموا عليه بالإعدام أو يتوب إما أن يتوب أو يقتل ف عند ذلك يقولون قال لا أتوب من قولي هذا بعد مدة كثيرة وطويلة زين نرى أنهم يقفون على هذه المعلومة ويثبتون هذه المعلومة لما نأتي إلى القرآن الكريم فيقول تعالى وترى الجبال جامدة وهي تمر مر السحاب أي للأرض أي أن الأرض في حال الحركة كالسحاب وهذا قبل أن يأتي قاليلو ويثبت هذه أو أن الهواء أن الجو وكلما صعد الإنسان فيواجه قلة الهواء هذا تشوف يأخذون معهم بعض الرواد الفضاء تشوف يأخذون معهم الهواء الأكسجين حتى لا يكون لهم الصعوبة لا تكون لديهم صعوبة يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يواجه قلة النفس وضيق النفس لقلة الهواء الموجودة والقرآن يبينها قبل 1400 سنة أو نرى حتى نيوتن لما يأتي يقول كان جالس ووقع التفاحة على الأرض فتعجب وكشف أن الأرض لها جاذبة بينما نرى القرآن الكريم يشير إليها ألم نجعل الأرض كفاتها هذه القضايا التي تمر على بعض المستندات العلمية من العلماء نرى القرآن سبقهم والقرآن تحدث عنها أو طبقة الأزون التي تحيط الأرض وتحافظ على الأرض من الشهب والنيازك والصخور السماوية وجعلنا السماء سقفا محفوظا فهذه يقولون تدل على صفحة الأزون التي تحفظ الأرض أو الحفر السوداء black holes وهي أيضا من المخوفات ومن الأمور الفضائية العجيبة تبتلع كل شيء وحتى النور بسرعته يقولون لم يصل إلى سرعتها ويقول القرآن والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وهذا قسم والطارق هو الكوكب النوري الذي يبتلع النور في جوفه فما اكتشفوه سبقهم القرآن إليه فكل الكشفيات إما من خلال القرآن أو يشير إليها القرآن قبل اكتشافها عند البشر أو من الروايات فالمرحوم النجفي رحمة الله عليه يقول إذا مات بعض العلماء ولم يكن لهم من الأولاد طالب علم فكانت العائلة والأسرة تبيع بعض الكتب وهذه الكتب جدا كانت عظيمة وكبيرة والآن لا توجد وكان البريطانيون يفتشون عن هذه الكتب ويشتروها بثمن غالي ويبعثوها إلى لندن فيقولون أن جابر بن حيان كتبوا في حالاته أنه كتب وألف أكثر من ثلاثة آلاف كتاب وهو يقول كل ما كتبته هو من الإمام الصادق عليه السلام فكله علم فأين هذه الكتب أين هذه المخطوطات أكثرها نراها في مكتبات الأجانب غير المسلمين مرة السيد المرعش يقول لقيد كتاب بيد امرأة تبيع الجبن في الزقاق فلما رأيته أعجبني ظهر أحد التفاسير يقول ما كان عندي فلوس وإذن ببريطاني واحد من استفارجاي اشتراه بأضعاف قالت لا بعتلعد هذا السيد بالرسول الله أنا ما الطيكية فتابعني حتى شكى عند المرحوم سيد أبو الحسن الأصفهاني فالسيد المرعشي يقول لعد الطلاب بالمدرسة ويفسخ الكتاب على أجزاء على أوراق متعددة ويعطيهم حتى يستنسكوه ليلاً ثم يعطيه لعد السيد فيأخذ هذا البريطاني من السيد أو الشيخ العلامة الجوادي آملي حينما ذهب إلى ذهب إلى روسيا حمل رسالة السيد الإمام من جملة الأشياء التي زارها هو متحف فيه كتب من جملة الكتب رأى كتاباً لابن السينة حول بعض القضايا العلمية يقول ما سمحوا لي أن أفتح أو أضع يدي على ذلك الكتاب قالوا هذا من الأمور التي نزل بها قانون عندنا إحنا هذا الكتاب لا يمس من غير المسؤول عنه يقولوا أن هذا الكتاب سامع فيه لكنما ما محصل وأبعاد الإعجاز كثيراً نسأل الله سبحانه وتعالى بالمتابعة إن شاء الله نشوف يا عاصمة من اعتصماه يا راحمة من استرحماه يا غافرة من استغفراه يا ناصرة من استنصره يا حافظة من استحفظاه يا مكرمة من استكرماه يا مرشدة من استرشده يا صريخة من استصرخاه يا معينة من استعانا يا مغيث من استغاث سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا عزيزاً لا يضام يا لطيفاً لا يرام يا قيوماً لا ينام يا دائماً لا يفوت يا حياً لا يموت يا ملكاً لا يزول يا باقياً لا يفنى يا عالماً لا يجهل يا صمداً لا يطعام يا قوياً لا يضعوف سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا أحد يا واحد يا شاهد يا ماجد يا حامد يا راشد يا بعث يا وارث يا ظر يا نافح سبحانك يا لاء إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكن وارضك طوى وتمتعه فيها طويل برحمتك يا أرحم الراحمين يبنى النبأ العظيم يبنى من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يبنى الآيات والبينات يبنى الدلائل الظاهرات يبنى البراهين الواضحات الباهرات يبنى الحجج البالغات يبنى النعم السابقات يبنى الطه والمحكمات يبنى ياسين والذاريات يبنى الطور والعاديات يبنى من دنا فتدنى فكان قاب غوسين أو أدنى دنواً واقتراباً من الأعلي الأعلى ليت شعري أين استقرت بك النوام بل أي أرض تغلك أوثراً إلى روضة الشهدائنا من مات على الولاي رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآله محمد اللهم صلي على محمد بسم الله شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم